السلام عليكم و اهلا بكم بفيديو النهاردة جايبا لكم اسعار شا تصدقوا الحاجات اللي قدامنا دي ب30 جنيه بس نهاردة يا بنات عرضنا استندات كتير اي حاجة فيها ب30 جنيه ده غير بقى كمان الصوريات اللي قدامنا حاجات اخر شياكة بكم ب50 جنيه وكمان عندنا اللفس الكاجول الشميزات والبلوزات عندنا بقى ايه اكتر من شكل واكتر من لون والبنطلونات كمان اي حاجة في الحاجات دي ب100 جنيه وبس تعالوا بقى نتفرج بالراحة كده واحدة واحدة بس ما تنسوش اللايك والاشتراك ونبتدي على بركة الله وتعالوا بقى دلوقتي اقولكو العنوان فين بالزبط عايز اقولك النهاردة ان انا جايبا لك مكان كنز قصما بالله تخيلي بتلاتين جنيه بس هتشتري بلوزة او تونيك هنتفرج النهاردة ونشوف بس تعالوا دلوقتي نشوف العنوان فين بس ما تنسونيش بقى في الدعوة الحلوة واللايك ونبتدي على بركة الله نصويرنا النهاردة من محل جوجو جايبا لكو اسعار طحفة طبعا محل جوجو موجودة اسكندرية موجودين في شارع ملك حسني سيدي بيش بصوا بنات خلف الحي ده كده حي المنتزى يعني لو جسي من عند القطرة يبقى سهل قوي خلف الحي على طول جنب حلواني لرينة تعالوا بقى نبدأ الجولة بتاعتنا منصوف الاسعار الحلوة بجد اللي هتعجبكم جدا يالله بينا حالما عليكم ازايك عامل ايه طبعا النهاردة جولتنا هتبقى في محلات جوجو وير كنا عايزين نعرف الاسعار بتاعت من اول كام شو بقى اسعار زمان من اول تلاتين جنيه هتيجي تشتري اللي انت عايزة بلوزة تونيك اي حاجة اي حاجة بتلاتين جنيه تمام وطبعا في اسعار تانية هوريها لكو ولا السوريهات يا بنات ايه عايزة اقولوكم كمان مواعيد العمل من اول اتنوشة لعشرة كل يوم معادة يوم الحد معادة يوم الحد يالله بقى نبتدي على بركة الله يالله بينا نبتدي الكوليكشن الجميك بلوزة دي واسعار بتلاتين جنيه كل اللي هنشوفو دلوقتي يا بنات بتلاتين ادي كده اول حاجة وعندنا كمان الحاجات المسجرة دي تمام عندنا برضو قميز زي ده برضو بنفس التمن بتلاتين جنيه اه وفيه طبعا يعني حوالي خمس ست استندات كده اي حاجة فيهم بتلاتين جنيه هوريها لكو دلوقتي ده كمان الحاجات الطويلة بتلاتين جنيه بصوا بقى بصوا الحلويات بقى تخيلوا يا بنات تلاتين جنيه دي جاي بقى ايه اتنين كشبسي بصوا اللي فيها استراص دي بتلاتين وبس ده انت لو خدتها وعدت بها في البيت تلاتين جنيه لو عايزة كمان بلوزة شيفون يا بنات هتلاقيها برضو بتلاتين وعندك بقى كمان حاجة كده كأن تحتها اندر شميز بصوا الشياكة بتلاتين وبس او الله دول برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتلاتين جنيه عندك حاجة زي كده شايفيني الشكل عامل ازاي وهو كمان والبلوزة الوف شولتر دي بس ما فيش مقاسات كبيرة المقاسات يعني قولي مثلا اخر حاجة تمانين كيلو كده لو عايزة كمان ميني درس موجود بصوا الشياكة عندنا اللونين بس لان طبعا الحاجات دي بتعتبر لاصطات يا بنات هتيجو بقى تلاقيه وتنقل اللي انت عايزة حاجة زي دي الأوبن دي برضو نفس السعر برضو بتلاتين جنيه سوى بنات تونيكات الطويلة دي كمان في حاجات يعني تلبس ليدي دي مقاسة برضو حلو شوية واللي في ورد ده كمان بتلاتين جنيه ده كده عارض التلاتين ده غير شايفين كم من الاستندات اللي قدامنا دي اي قطعة هتخذيها بتلاتين جنيه عندك بقى بلوزات عندك تونيكات زي ما انت عايزة دلوقتي بقى هندخل على العرض اللي بعده اللي انا مش مصدقة الصروحة العرض ده بكام؟ ده بخمسين جنيه الفساتين الصورية بنات دي اللي قدامنا بخمسين جنيه استند كامل اي قطعة صورية بخمسين شايفين الاشكال عاملة ازاي؟ شيفون وقطعتين وحاجة كده بصوا حاجة كده بصوا عاملين ازاي؟ ده شكل وده شكل بخمسين جنيه بس ده الاسترس الواحده باكتر من خمسين جنيه تمام؟ معانا الحاجات الامر دي يا بنات برضو بنفس السعر اي قطعة صورية بخمسين جنيه وبس الطايجر دي كمان اللي قدامنا بصوا عاملة ازاي؟ ونزلة بوسع كده من تحت بخمسين وكمان حاجة زي كده هي؟ قطعتين بقى حتة شيفونه زي درس قصير كده برضو بخمسين جنيه يا سيدي يا سيدي بصوا بقى الزهري وجماله دول قطعتين على بعض ممكن بقى تخديهم وتبدلي بعد كده تحطي حاجة تعنيها من تحت وتلبسيها ممكن ينفع اي حاجة بخمسين القطعتين دول وكمان الفستان ده شايفين كله ترتر ازاي؟ وبربلو ازاي؟ بخمسين وبس برضو عايزة بقى حاجة كده سيمبل برضو وسياكة قوي للسن المحير او مثلا مضمزيل كده حلوة يعني ادي ده برضو بخمسين وده كمان ينفع مناسبة وبخمسين وبس ده ستايل برضو اللي هم القطعتين زي درس من تحت قصير زي ده مثلا كده وده من فوقه كده شيفون بصوا بنات اهو بخمسين وده كمان ده بقى بكمة كمان اهو ونازل تحت بالاسترس والحاجات دي كلها بخمسين جنيه وبس حاجة كده برضو اللون الاحمر والعشاء اللون الاحمر بخمسين وبس بصوا عامل ازاي ده برضو قطعتين كده ممكن بقى تنسقيها مع اي حاجة تانية دلوقتي هندخل على العرض بقى اللي معظم المحل بيه موز بص يا بنات شايفين طول المحل الغايد فين اي حاجة في الحاجات دي بمية جنيه تمام؟ يعني مثلا من العرض كده نواريكم شوية بلوزة زي دي بمية وكمان حاجة زي كده بمية تمام؟ لو عايز حاجة بقى بلوزة كده فورمل برضو هتلاقيها بالالوان الحلوة دي وفيه الوان تانية منها والاستراص ده كمان شايفين دي بكى بشو كده وعليها طايجر واستراص جميل بمية وبس حاجة برضو بليزر كده 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 حلوة سيفي بصوا الشياكة وفيه منه الوان على فكرة يعني انا جابة منه على الاستند ده فيه كزا لون ده بمية وكمان الحتة الحلوة الكاجول دي الاوفر سايز بمية جنيه كمان لو عايزة بلوزة للعيد او للصيف كده وتجيبي كزا قطعة وتوفري اهي عندك دي بمية ودي كمان اوفر سايز يا بنات بمية وطبعا كل حاجة فيهم منها الوانها هتلاقوا على الاستندات الالوان بتاعتها دي الحاجات الاوفر سايز الله عشي ياكة وبمية وبس والسبنات احنا بنطلع لكو كده ايه يعني بنختار لكو كم قطعة انما فيه كتير قوي بجد عايزة بقى للجامعة كده شميز كروحل هتلاقي برضو الشميزات دي بحتة بمية بس اتفرجي وملي عينك من الجميل شايفين الاوفر سايز وشي وضهري كمان كتابة وطبعا فيه منه الوان جيوب بتاعته بسجاب ده عسل قوي بص الحلاوة وعندك اهو بلوزة زي دي برضو يا بنات للبنات بقى اللي بتحب تلبس البلوزات الطويلة برضو بمية فيه منها قلوانها بنات الدرس الكتان ده تخيلوا ده بمية فيه منه اللون اللفاندر وفيه منه اللون المنت وكمان اللون اللي هو الكافي بصو يا بنات وكمان البلوزات دي كلها بمية حاجات كتير قوي ده غير البنطلوان دلوقتي اوارها لكو بمية برضو ادعولي بقى ده حلوة كده واعملوا سيروا منشن خلي الفيديو ده يوصل لأعلى عدد لايكات قديني بجيبلكوا الحاجات الحلوة انا قلتلكوا ايه قلتلكوا ان اي بانطلون وسكرت بمية جنيه تعالوا دلوقتي افرقوا على الموديلات بصوا موديلات الجبات عندنا كده قديلون وادي التاني ورهولنا كده شوية بافلي وادي كمان الالوان اللي زي دي بصوش يا كمانات حاجة سيمبل وكمان لو عايزة اللي هو الحاجات اللي طلعوا المخططات الجميلة دي برضو بمية وبس بصوا كمان البانطلونات الملونة على فكرة بطلع لكم لون والاتنين ما فيه الوان كتير على الستاند تمام ادي كده لون بمية برضو وده الجنس اوه في منه الفاتح وفي منه الغامل تمام بصوا الاصفر ده كمان بانطلون جبردين حلوة قوي حتى اللي هو القطيفة برضو هتلاقيه بمية وبس بصوا الشياكة كل الكلام الحلو ده محلات جو جو وير متشكرين يا بافلي قوي اتمنى يا رب الجولة تكون عجبتكم ادعوه دعوة حلوة وما تنسوشوا اللايك وشيروا منشين كل صحابكم اشتركوا في القناة